طيب كنت لسه بتكلم معاكم عن أحمد عبدالآدر وإصابة أحمد عبدالآدر أحمد عبدالآدر في الوقت الحالي بيبحث مع وكيله بعض العروض العربية والأوروبية علشان يجاهزها للنادي الأهلي أو يقدمها للنادي الأهلي بعد العودة من كأس العالم للأندية عبدالآدر خلاص واخد قراره بالرحيل في يناير بعد خروجه من حسابات مرس الكولر وعبدالآدر هيقدم العروض للإدارة بعد عودة الفريق مباشرة إلى القاهرة إن شاء الله خسارة أحمد عبدالآدر كل ما أعرى خبر للأحمد عبدالآدر بقول عليه خسارة موهبة عظيمة جدا فيه لعبة كده بترسي بتصعب عليك لو بس يركز ويهدى عالفيه هذا دي اللي هو إيه يعني متخيل لو أنا كلمة مع أحمد عبدالآدر دلوقتي هني متعصب جدا وبيقول لي كلام ممكن يبقى عنده بعض الحق فيه صح؟ ممكن يقول لك والله أنا ما أخدش فرصة أو المدرم مش عارفة كل واحد بيبقى عنده دفعات ويعطي بس لو الدفعات دي انتهدت خدت نفسك كده وقلت إيه لأ أنا هركز في اللعب حتى لو أنا مظلوم شوية حتى لو حد جاي علي شوية وركزت شوية هترجع تاني تكسر الدنيا بس فيه لعبة بتروح منها بسرعة بتروح منها بسبب العصبية لو فجأة خلاص لأ أنا مش هلعب مش عاجبني الأداء هنا مش عاجبني المدرب ده يا سيدي يزبر انت مهوب لا مش عاجبني بسرعة يعني ماشي النادي الأهلي في الوقت الحالي بدأ يتابع المهاجم الكنغولي سيزار اللوبي ده هو محترف فيه نادي داليان بروفاشنال بيلعب فيه دوري الدرجة الأولى الصيني بعد ترشيحه من الوكلاء لعب اللي اسمه منزوكي لعب مع منتخب الكنغو الديموقراطية ثلاث مباريات منتخب الكنغو الديموقراطية للشباب لعب معهم ثلاث مباريات بعد كده قرر تمثيل منتخب جمهورية أفراقيا الوسطى للكبار عشان يشارك معهم في خمس مباريات حتى الآن كولر يتابع اللاعب تحسبا لقرار من الإدارة برحيل أنتوني مودست بعد كأس العالم للأندي اللاعب يكون غولي عنده 27 سنة طويل القامة تقريبا عنده يعني 189 سنتي يعتبر طويل يعني كمت السوقية تصل لنحو 400 ألف يورو لعب مع فريق الصيني هذا العام 27 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد ولعب قبل كده النادي فيه تاكلوب الكنغولي مشي أنا أعتقد الأهلي اللي جاي المهاجم اللي جاي ما ينفعش يطلع مش كويس ما ينفعش يطلع وحش ما ينفعش فيه التجربة لازم بيبقى كويس عشكده الأهلي محتاج يعمل مجهود كبير جدا في البحث عن مهاجم جيد بس يبقى متأكد هو جاي انه يبقى جيد يعني أحيانا في الكرة ما فيش كده بالمناسبة يعني انت ممكن تكون جايب لعيب جايد جدا زي مودست بالمناسبة مودست يطلع طبعا لعيب كبير لعيب كبير جدا يعني في أوروبا في الدول الألماني بس يوم خلص ما نفعش ما عملش حاجة المرة الجاية لا لازم تكون متأكد انه يعمل حاجة مش عارف ازاي بس لازم عشان الأهلي عمالة كل شوية كل ما يجيب مهاجم ما بيجيبش معاي بصراحة يعني